جمهور الزمالك بيعشق الزمالك لان مش عشان بطولة يا جماعة بيعشق الزمالك عشان هو الزمالك الزمالك ده يعني فعلا ده زي ما بيقولوا عليه ده وطن فعشان كده الناس بتحبه مش بتحبه عشان بطولات انا ان شاء الله النهاردة في عندنا برضو كمان هيبقى معانا المؤمن هيقول علينا حاجات كتيرة وحيبعت رسال للعيبة وحيبقى معانا يعني حيبقى فقرة جميلة جدا مع مؤمن النهاردة وحيكون معنا الفقرة التانية حبيب واخوية الإعلام المتعلق كابتن خالد الغندور وصديق العزيز الأستاذ أحمد الخضرئيس المنظومة الإعلامية لنادي الزمالك النهاردة هنتكلم معهم في أمور كتيرة وحنتكلم عن أمور نادي الزمالك ومدير فني جديد واستعداد الزمالك للنادي الأهلي في المباراة اللي جاي يوم الخميس اللي جاي وحنشوف الزمالك إيه اللي حصل له وإيه اللي حصل مع خالد جلال ومتنسوش النهاردة معنا الفقرة اللي عشاء نادي الزمالك كلهم بيحبوها فقرة الزمالك خط أحمد في البداية حبيب أتكلم معاكم في بعض النقاط المهمة هنبدأ من نادي الزمالك ومباراته الأخيرة أمام نادي المقولي العرب أنا بصراحة يا جماعة شفت المباراة زي مشجع أنا راجب ألاقي بتشكوره لكن حسيت أن في نادي الزمالك شفته كان زي ما يكون نادي الزمالك ما كانش موجود الموسم كله في المباراة دي حسيت أن الزمالك موجود حسيت أن الزمالك ليه كيان ليه كلمة في الملعب الكلمة بتاعته هو اللعبة هي المساطرة على المباراة فعلا أداء نادي ما أقولي العرب ما كانش هو اللي احنا عارفينه لكن الزمالك فعلا كان على مستوى المسؤولات اللعيبة تحس أن فيه حمية للعيبة تحس أن اللعب فعلا نازل عايز يفوز تحس أن فيه انتشار تحس أنه شفت حاجات لأول مرة شوفها أحس عندي أن اللعب الوينج بيرجع دافع بحس أن فيه شكل للفريق فيه أداء فيه فيه انسجام فيه التزام تكتيكي في الملعب فيه روح وفيه حماس وفيه حتى الدكة برة كان فيه حماس شديد جدا فعلا أنا بشكر الكابتن خالد جلاله بقوله يعني ربنا معاك يعني فعلا الزمالك تعادل لكن كنا مبسوطين لكن يا جماعة مش موضوع سبب ده غير التوفيق يعني سبب حاجة فيه حاجة تانية غير سبب أن ما توفقش كسونجو لو كان جاب هدف أو اتنين يعني كان مفروض بس بصراحة كان الزمالك فاز بنتيجة كبيرة عنطر نانابوكو كلهم يعني شفنا العباء عماد فتحي الأول مرة شفه بيلعب هاف ليفت يعني وشايف أنه بيلعب في مكان كان فيه توافق بينه وبين معروف وشايف أنه فيه منظر وفيه شكل الزمالك شايف أنه فيه شكل كويس جدا وفيه حماس وإصرار من اللاعبين داخل الملعب وبرى الملعب بصراحة أنا شايف أنه فيه بصمات خالد جلال بدأت تظهر سريعا على الفريق ووضح في طريقته في طريقة اللعب وفي حماس وفي أداء على مدار الشوطين مش ألعب شوطه وأسيب شوط ألعب شوط واحد وشوط تاني ملعبش إحنا نصبر على آسف نصبر على خالد جلال خالد جلال كابتن خالد جلال لأن كابتن إيهاب جلال لما جه ولعب الأهلي اتغلب ثلاثة الجمهير كلميت نواية ثلاثة أحمد إحنا نسيب الكابتن إيهاب جلال ياخد فرصته فإحنا خالد جلال لعب مباركة ويا جدا وشكل جميل جدا وتعادل نسيبه بكرة إن شاء الله وحيقدم مباركة وياسة جدا وأنا بقول لكم من هنا خالد جلال هيكون المدرب ابن نادي الزمالك اللي هيحمل كاس مصر بكرة إن شاء الله طبعا في مباراة بين نادي الزمالك والأسوتي نتمنى التوفيق لفريق الزمالك وفريق الأسوتي نظر تنال تawالك